قلبس طقم الأسنان كم ساعة في اليوم؟ هل الأفضل أن يقلبس طقم الأسنان طول اليوم؟ يعني طول النهار وطول الليل؟ ولا الأفضل أن يقلعه بالليل؟ ولو هلبسه الصبح هلبسه كم عدد ساعات في اليوم؟ لو الطقم حديث التركيب إحنا ممكن ننصح بعض المرضى مرتجي طقم الأسنان الكامل أنه هم يلبسوه الـ 24 ساعة وده المدة أسبوع الأسبوع الأولاني ممكن يناموا بيه ويصحوا بيه ويقعدوا بيه طول الوقت يا دوبك بس يشلوه علشان يشتفوه ويغسلوه كويس بعد الوجبات وده بنقوله لهم علشان يتعودوا عليه لأن الشخص لما بينام بحاجة بيصحى الصبح يحس أن الحاجة دي مش موجودة ومتعود عليها وابتدى يولف عليها زي ما بنقول ولكن ده ما بننصحش به في التركيبات المتحركة ممنوع مانعاً باتاً التركيبات المتحركة إن إحنا ننام بيها وقلت قبل كده المخاطر طيب لو التقم مش حديث التركيب سواء كامل أو جزء إحنا بنفضل إن إحنا بنلبسه طول اليوم عادي جداً بنلبسه طول اليوم يعني الناس اللي ما بتحبش تلبسه طول اليوم ممكن تلبسه على الأقل 6 ساعات الناس اللي بتحب تلبس التقم طول اليوم الأفضل إن إحنا ناخد راحة من التقم من ساعتين لتلات ساعات يومياً في فترة اليوم اليوم اللي هو الصبح لكن هنتكلم على النوم بالنسبة للطقم طيب ليه أنا مهم إني ألبس الطقم على الأقل 6 ساعات في اليوم وليه مهم إني أخد راحة من الطقم على الأقل ساعتين لتلات ساعات لو أنا بحب ألبس الطقم طول اليوم مهم إني ألبس الطقم الصبح على الأقل 6 ساعات علشان يحافظ على عضم الفك مين التآكل طبعاً إنتوا عارفين لما شخص بيفقد أسنانه وما بيحطش بدلة صناعية أو تركيبة صناعية بيبتجي بقى يحصل تآكل فيه العضم ترهل في الخدين التجعيد تبتجي تظهر حوالين الشفايف وحوالين الأنف ويبتجي يحصل تآكل فيه عضم الفك السفلي كمان بيبان أكتر وتقدم الفك السفلي ويديني شكل الوجه العجوز اللي أنتوا عارفينه علشان كده بنحاول نلبس طقم الأسنان على أساس أنه بدل الأسنان الطبيعية يسند الوجه ويسند الشفايف ويقلل التجعيد ويخلي الخد والشفايف على طول فيها تون ومشدودة ويمنع ترهلهم ويمنع تآكل الفك ويمنع من تقدم الفك السفلي للأمام ويقلل شوية من الشكل العجوز طيب طالما هو مهم قوي كده ليه مهم برضو أن يأخذ منه راحة ساعتين ثلاثة في اليوم على الأقل مهم أن يأخذ راحة من طقم الأسنان لأن طقم الأسنان لو موجود على طول فيه الفم للأسف ده بيسبب ضغط على عظم الفك وربما يزد لي من تآكل عظام الفك كمان هو بيحرم الفم نفسه من دخول الأكسجين وتنشيط الدورة الدموية للفم على طول فيه حاجة ما ضغط على اللاثة الطقم على طول ضغط على اللاثة فبالتالي بيحرم لي اللاثة من الدورة الدموية الطبيعية والتغذية ودخول الأكسجين وتهوية الفم فمهم جدا أني أخلع الطقم وأحطه في المحلول المطهر على الأقل ساعتين ثلاثة أهوي الفم زي ما بنقول وأريح الفم وتبتجي الدورة الدموية تتنشط وما فيش مانع أني أبتجي أعمل مساج دائري على اللاثة بصوابعي طيب نيجي بقى للنوم بالليل أنا تكلمت قبل كده أن التركيبات الجزئية ممنوع مانعا باتا أن إحنا ننام بيها خاصة لو تركيبة جزئية طبعا مش ثابتة أو صغيرة ممكن يحصل أن إحنا نبلعها أو نستنشقها وتدخل على الرئة وتعمل لي مضاعفات كتيرة منها خراج الرئة وده بيحتاج طبعا عمليات لاستخراج الجسم الغريب من الرئة ومعالجة الخراج بالنسبة لطقم الأسنان الكامل برضو الأفضل طبعا أن إحنا بنخلعه طوال الليل وبنحطه في المحلول المطهر ده لنفس الأسباب اللي أنا خدت منها راحة الصبح برضو لتنشيط الدورة الدموية وراحة الفم وتقليل تآكل العظام وتقليل الضغط على عدم الفك كل دوت برضو لازم الفم ياخد راحة بالليل وده بيقلل لي برضو من تراكم البكتيريا ورائحة الفم الكريهة وتراكم وزور الفطريات كل الحاجات دي برضو بالنسبة لصحة الفم الطقم نفسه كمان محتاج أنه هو زي ما بنقول ياخد راحته في النظافة الست ساعات أو التمن ساعات بتوع النوم مهم جدا أنه هو يتحط في المحلول المطهر بتاعه سواء المية بخل أو سواء المية بالمحلول المطهر بالأقراص المطهرة على الأقل مرتين لثلاث مرات في الأسبوع بالأقراص المطهرة وباقي الأسبوع ممكن بالمية والخل أيا كان المحلول اللي انت بتستخدمه لازم تأمل أسنان ياخد راحته في النظافة طوال فترة النوم لو في حد عنده أي استشارة طبية بيكتبها في التعليقات برد على كل أسئلتكم ما تنسوش دعم الحلقة عن طريق اللايك والإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الآخرين لتعوم الفائدة وأشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر